اشتركوا في القناة مهمة جداً محتاجين ان احنا بقى من متخصصين نعرف نمشي يعني على نقاط ازاي ناكل بكميات قدية خصوصاً كمان الناس اللي عندها مشاكل في الكوليسترول او الضغط او غيره او السكر ازاي ممكن ان هم يعيدوا بس في نفس الوقت ما يضروش صحتهم خليني ارحب بدكتور هاني ابو الناجا استاذ التغذية العلاجية اللي احنا سعداء كمان ان هو يكون منورنا في اول حلقة طبعاً من البرنامج يا صباح الخير يا دكتور صباح نور صباح نور صباح نور طبعاً الاول الف مبروك الف مبروك لي كنتم الاثنين طبعاً الله يبارك ليك والقناة بتاعت النادي الكبير العريق واللي بصراحة شهدتي مجروحة في كنتم الاثنين اللي هما كسبوكوا يعني انتوا اصدقائي ومن سنين واعلاميين كبار جداً فاربنا ان شاء الله يا ربي يكلمكم بإذن الله استرش نرفنا ومنورنا لانت اهل ديك الحوار طبعاً مصر خارجة من الكورونا وما زالت تعاني من الكورونا والشعب المصري شعب عاطفي جداً زي ما احنا عارفين والشعب اللي استمنى بتاعته قصيرة شفاية يعني لما بنيجي الشعب المصري لو قلنا له نعمل حاجة لمدة طويلة ما بنقدرش وده مش عيب ده صفة لازم نقدر نتعامل معها في علوم التغذية بالذات يعني الشعب المصري دايماً حابب يخص بسرعة يعمل اي حاجة بسرعة اول سؤال يسأله لك وهو عنده مثلاً تلاتين اربعين كيلو دي سمنة مفرطة او يعني سمنة مرضية هخص امتى يا دكتور؟ يا طب الداية دي هخصيسنا دي ايه في اسبوع؟ دايماً عايز السرعة عايز النتيجة انا الوحيد في مصر يا دكتور اللي اقومني بسألك السؤال انا جاهز انا جاهز انا محبني خلق زي ما تشاهد لكن هي الفكرة ان الشعب عاوز دايماً يوصل للنتيجة السريعة فهنا المشكلة اللي خلت الشعب الجوه بفترة الكرونا تتفاقب معه مشكلة السمنة ناتج لانه الاداء العاطفي الشعب قاعد مداء جداً الشعب حاسس بانه خايف الآن التفاصيل الكتيرة دي انعدام الثقة في امور كتيرة عند الشعب المصري خلت زيادة الوزن تزيد مع وجود العيد في نفس التوقيد هنا بقى المشكلة انكارسة انكارسة انا عايز اقول لحرك حاجة هو لا المشكلة في اللحمة ولا المشكلة في الرز ولا المشكلة في العيش هو المشكلة في الخلط والكميات وده اللي عايزين نفاهمه للشعب هو حضرتك اولاً كقعدة عامة خلط ما بين نوعين من النشويات ممنوع فالفتة عبارة عن نوعين من النشا موجودين مع بعض فحضرتك لما تيجي تاكل نوعين من النشا لما يجيوا يتحللوا ببساطة شديدة جسمك هياخد منهم ما لا يزيد عن 18% والباقي كله هيخزن كمصدر للطاقة والباقي كله هيخزن فيبقى حضرتك النهاردة اتفضل كل بس بدون افراد طيب ايه هو الافراد اللي عاوز يقلل وزنه ووزنه تحت الميت كيلو مالوش غير اربع معالق فوق الميت كيلو مالوش غير ست معالق فقط لغير اربع معالق وست معالق فقط لغير بس ده في الوجبة ولا في اليوم في الوجبة في الوجبة بتأمن نفسها بتأمن نفسها فكالكلام على الاربع معالق هيا دي الثقافة اللي انت عايزة اوصلها للشعب يا كريم وبصعوبة وانهوان ده وبصعوبة انك تقدر تقنع الشعب ده هو هو الشعب الاوروبي ده ما عندوش مناسبات جوا علوم التغذية في حاجة اسمها ثقافات الشعوب الغذائية الغذائية لازم نحترمها لكن كل الشعوب عندها هزي الثقافات لكن ما عندهاش الافراط المبالغ فيها عندنا اللحمة من مشاكلها الكبرى المايكروبات اللي موجودة جوه اللحمة نسبة سوديوم عالية جدا من اربع تيام كنا على قناة عربية بنعمل تجربة معملية في زيادة نسبة السوديوم عند البناء ادم في خلال يوم واحد يوم واحد فجبنا عشرين متطوع واكنا العشرين متطوع كلهم لحمة مشوية يعني اقل دسما وزادوا سوديوم من تلاتة كيلو لتسعة كيلو في يوم يعني تراكم المجازم بنقوله على الجسم يزاد مية من تلاتة لتسعة كيلو في يوم كنسبة من نسبة جسم البناء ادف انا عايز بنده انا عايز بنده ضرورة انا في حاجة عايز اقولها بقى ونشتغل وجودك يا دكتور هاني معنا اه كريم في ناس كتير نفس الفكرة اه او التكوين الجسدي ان كريم ان الناس ياكل كتير جدا جدا ما يتخانش اه يعني انا يعني او بيشبع بسرعة في نفس الوقت طب يعني ايه القصة بقى? لا الحوار ده انا حضرته مع كريم يمكن يعني لو جزي ان احنا نقول راديو مصر ان احنا نفتكو راديو مصر الكلام ده بس من حداشر سنة فنفس الحوار انا مش شايف ان كريم هو اللي عنده المشكلة انا شايف العكس هو اللي عنده المشكلة احنا لان كريم عندهش ضعف اه وزنه طوله متناسب جدا ما بتشتكيش مني انا عندي خمول ومش قادر اتحرك فبالتالي مفيش علامات لسوق تغذية فالوضع زي اي صديقة ليكة وعلى فكرة انت من الناس اللي الاكسامها كويسة يعني خلينا يعني برضو يعني واضحين يعني من الاكسام كويسة انت بنتحس دلوقتي على الهواء الله اكبر عليك يعني لكن قصدي ان شعب المصري في العموم لا حابب للاكل حابب لزيادة الوزن اه 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 وعنده اه اه ساعاته بتتوجه فقط لغير صحيح من اوجه السعادة في بعض الاحيان فعلا ويمكن الكلام على اكلات بعينها ممكن تبقى مصدر للبهجة عند الناس كتير صحيح صحيح كلامك مظبوط من ارض الواقع كاوبزيرفيشن لكن ككلام علمي عمر مرتبة الاكل بالسعادة الا عند بعض الشعوب واناكات التوكليت وانعكاساتها اليجابية على الحالة المزاجية مجتم وميديا غير طبيعية يا كريم فعلا مش حقيقية ميديا غير طبيعية وغير حقيقية وكت برضو على احدى القناة العربية المهمة بنتكلم في نفس الموضوع وفوايد الكاكاو ليس لها وجود ليس لها وجود يعني كل ده شغل تسويق طبعا يا فندم لاني مبيعات غير عادية وقلت بس مثال بسيط جدا نفكر فيه بهدوء ليه لما جينا نجرب رغم الانجريديز المكونات مكتوبة نطلع شوكولاتة طلعنا البنبو الزريفة بتاعتنا ما طلعناش ليه الشوكولاتات المستوردة فهم ليه معرفناش نجيب الطعم ده رغم ان المكون مكتوب اذا كان المكون مكتوب فهم ازي هنا المشكلة لكن الشوكولاتة من عوامل الادمان للأسف بتعمل سويت توث بتعمل الالتهاب في الجهاز العصبي وبتؤدي الى حالة من حالات الادمان زيها زي انواع كتيرة من المخدر من المواد المخدرة اللي منها الافراط في القهوة اللي منها الافراط في كل الانواع اللي هندرج تحت الكافيين كل الانواع صاحب دكتور هاني عند سؤال بقى يمكن فترة اللي فاتت احنا شهدنا تغيير شوية في ثقافة الشعب المصري الناس اللي مكنش بتمارس رياضة تماما لا كنا بنشوف المصريين في الشوارع بيتمشوا بالعجل وحاجات زي كده مش معتدين عليها انا من الناس يعني الصراحة اللي كنت بنزل اتمشى يوميا وده برضو انا مش بعمله كنت في الحياة الطبيعية يعني بس الواحد كان زهقان كان عايز شوف صحابه فمن غير ما يحصل اي دارة فبننزل نتمشى وكانت كويسة جدا بس بعد كده بعد ما الحظر يعني قل ما بقيت شانس انا زي حال ناس كتيرة فتحس برضو الجسم كان واخد على نظام صحي بعدين توقف برضو حتى لو باكل نفس نسب الاكل بس في زيادة في الوزن الناس دي تعمل ايه بقى يعني غير انها تقول لهم ارجعوا رياضة تاني خلياني بقى صور حق مش كل الناس بتحبوا انها تمارس الرياضة فتعمل ايه طيب انا موافق حضرتك هو الناس تحب او ما تحبش دي حرية شخصية ولكن هو ايه الصح اللي مفروض اللي الناس تعمله لكن هل ارتبطت الرياضة في الاونة الاخيرة في العشرين تلاتين اربعين سنة اللي فاتوا بمصاريف باشتراكات نوادي بقيت اه مش قليلة باشتراكات اه نوادي صحية ما بقيتش قليلة فانا موافق على عموم الشعب المصري قد يكون عنده صعوبة في الكلام ده لكن لو اتكلمنا على اغلبية مشتركة النوادي كبيرة في مصر تلاقي الاغلبية بيروح يعودوا في الكافيتيريا ما بيمارسوش نوع من انواع الرياضة وتاني دي ثقافة شعب يمكن يكون حفز الشعب المصري وجود رئيس جمهورية بيلعب رياضة وبيدي المثل انه ينزل ويتحرك بنفسه وتكلم كتير الحقيقة في هذا الاطار ومدي المثل كشكل كشيب لرئيس مصري رياضي حقيقي فهنا ده شجع عدد كبير من الناس ما زال الشارع المصري غير ملائم للرياضة في الشارع؟ اه طبعا قد يكون المناخ في الصيف غير ملائم موافقين جدا لكن لابد من الحركة لازم للحركة والحركة المنزلية للأسف الشديد ما بتصلش لدرجة الرياضة لان الرياضة هي النبضات القلبة المنتظمة المدة لاتة كل عن 20 ديئة طب الى جانب تفصيلة الرياضة اللي بنتكلم فيها هل يعني بحكم تخصصك وبحكم حتى مشاهداتك هل احنا كمصريين عندنا عادات غزائية خاطئة؟ هل بنعمل حاجة بخص نية وليها نعكاس سلبي علينا وحنا مش عارفين؟ بصوا صديق والعجيز والسؤال ده احنا محطناش غير العادات الغزائية او السؤال ده مهم اول ايه ان احنا عادتنا او ثقافتنا الغزائية جاية منين؟ ده اول سؤال جات منين الثقافة الغزائية المصرية جاية من اقاويل مش موجودة ابدا زي اه افطر فطار الملوك ومش عارفت عاشة ايه ومش عاو يعمل ايه على ذكر الفطار قبل اللي يزد ده قول قول انت مش غريب يا دكتوران ضربت سالفونشي طعمية بالبتنجان افتك نوريه كبحتهم عليها وقصد بالله قعد ورايا قعد ورايا وبيهول لا هقول لك بس حاجة بسيطة كده هو هل الملك كان بيهد رفول وطعمية وبتنجان؟ الاجابة قطعا لها وده الفطار الاساسي عند الشعب المصري ناتج لاعتقاد جزء عظيم من الشعب المصري هو ده الفطار اللي هيسد معاته اليوم مين اللي قال للمقولات دي وسبتت للأسف واصبحت ما رأينا عليها ابائنا وجود النشويات البطاطس والرز والعيش في نفس الوجبة الغداء يا واحدة بس هدا لازم نقف تقديرا واحتراما وتبجيلا للفون بصفة خاصة طول عمرنا عندنا موروظ غذائي شعبي يقول ان انت لو بتكلي فون الصبح خلاص بيكمل معك بيئة اليوم صحي فان كلام ده علميا مش صحيح اللي هضنا بتايل فان لا الكلام ده مش علني خالح هو ما جاش ناحية العلم هو كلام موجود اه لكن ما جاش ناحية العلم ليه يا فندم؟ لان حضرتك مادة حضرتك لها دورة لها توقيت والاكل اللي لازم يخرج منه لو الاكل عاش جوه اكتر هيلهب جدار المعدة هيقدي الى مشاكل في الاثنى عشر هيعمل التهاب القولون والسبب اللي حريك قلته ده هو السبب ان الشعب المصري كله عنده مشاكل في القولون كله بلا استستمع عنده مشاكل في القولون فهنا الفكرة الخلط ما بين انواع مختلفة من النشويات ووجود الدهون عليها حتمية عدم انتصاص بدهون حتمية انت كت رؤيتك سليمة انا هولي اوه كت رؤيتك سليمة فان يعني خطت الفول الصبح مع العيش مع الزيت اللي موجود مع الطعمية ومع قليها بزيت قد يكون قشته لك فوق طاقته وكمان تحط معه بتنجان مقلي بزيت باكب بزيت باكب وزيت مقلي فهنا ده ردا على جملة حضرتك العادات الغذائية الخطئة نيجي في الغداء الغداء المصري دايما لازم يختلط فيه النشويات يعني وجود الرز مع العيش مع البطاطس برضو امر شبه حتمي مع البروتين اللي متحمر او المقلي ده برضو شيء اخر الام اللي بتادت تستسهل اللي تحط المكارونا مع البانيه خطورة رهيبة جدا هنا ده المطبخ المصري العشا المصري اللي بيقول انا بعمل عشا صحي بيدرب كيلو عنب وقلنا كيلو العنب فيه 36 معلقة سكر يعني عارف حرج مسيكة السكرية ودربت 36 معلقة ولما تسأله اقولك انا مبتع الشاش انا كنت عينة وبيقولها بيعني بملائكية بملائكية انه هو يعني ما بيكلش بالليل فبدخن ليه؟ هو ضرب 36 معلقة سكر غير انه في نص ساعة السكر ده بيفلاش الجليساميك اندكس بتاعه عالي فبيجوع اكتر في احتمال كبير جدا يخش التلاجي ياخد حتة جبنارومي زريفة عشان يحدق عشان حاس انه هو عنده مشكلة ده العادات الغذائية المصرية ومعها الاستغراب في زيادة الوزن دكتور هاني للأسف الوقت بيجري بس انا عايزة من حضرتك سريعا قبل ما نختم يعني نصايح كده ليه بالذات عيد الاطحى ازاي الناس اللي هي حتى بتعاني من امراض زي ما كنت بقول كوليسترول او غيره غير انه هما يقللوا الوجب ست معالي او غيره اعادات او نصايح اخرى ممكن انه هما يطبقوها علشان ما يحصلش اي مشاكل عادة مريض الكوليسترول او الدهون السلسية دايما بنقوله يابتعد عن اللحوم الحمراء لفتر تلت شهور عشان ربنا يعفى عنه من هذا المرض لكن لو اطرينا هناكل ولو اطرينا هناكل وبكميات كبيرة ارجوكو تبقى فاجبة الفطار ومتتكررش الوجبة ولا يمكن تبقى فاجبة العشاء ارجوكو ما يبقاش عندنا في العشاء هذه الدسامة الكبيرة وربنا يعفى يا رب عن المصريين ان شاء الله بقدر الامكان وعيد سعيد عليكم على كل الناس نورتنا نورتنا دكتور هاني حقيقي شكرا ليك ومعليش هنبقى معانا بقى وحننزبطها نبقى معانا كل اسبوع ياريت استفيد معلومات من حضرتك نروح لفاصل سريع ونرجع مع حضرتكو اخر فكرة معانا خليكم معانا